بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آده وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام الأحبة ثلاثة هي علوان السعادة إذا أعطي شكرا وإذا ابتلي صبر وإذا أدنى بسطف إن الأنبياء كانوا من أعظم الناس شكرا لله عز وجل الله جل في علا يقول عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ويقول ربي سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قالة لله حليفا ولم يكن من المشركين شكرا لأنعمه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل أعظم الشاكرين منه وسيد الشاكرين منه ومحمد صلى الله عليه وسلم دخلت عليه عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم نصلي وقد تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من القيام فقالت عائشة يا رسول الله أتصلع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة أفلا أكون عبد شكورا ثلاثة هي عنوان السعادة إذا أعطي شكرا وإذا ابتلي صبر فإن الله عز وجل قد مدح أيوب عليه السلام عندما صبر على البلاء ابتلاها الله عز وجل بالمرض سبعة عشر سنة وهو طريح الفراش ثم الله عز وجل بعد صبره قال عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ثلاثة هي عنوان السعادة إذا أعطي شكرا وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وكفي أن أقول فإذا أذنب استغفر قول الله عز وجل عندما قال في سورة هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودُ وَدُودُ أسأل الله جل في أولاك أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكرا وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر جزاكم وعلي كل خير صلى الله وسلم عز وجل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر